لا تبدو الحياة في مخيمات الموصل هادئة كما تظهر عليه حيث تعكر القوات الحكومية بين الحين والآخر حياة النازحين بحملات اعتقال تعسفية تطال حتى النساء والأطفال بزعم انتمائهم أو أقاربهم لتنظيم الدولة وراء الاعتقالات تظهر الرغبة الحكومية في العراق اتخاذ إجراءات صارمة ضد من تعتبرهم ذئابا صغيرة كما يصورهم رئيس لجنة الامن والدفاع النيابي السابق حاكم الزاملي وتقول صحيفة فينانشال تايمز البريطانية ان هذه الاعتقالات التعسفية تنتهك بشكل صارخ حقوق الأطفال والنساء في الحماية وعدم مسؤوليتهم عن أفعال تنظيم الدولة وتنقل الصحيفة علين معلوف مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن هذا العقاب الجماعي المهين يخاطر بوضع حجر أساس لعنف مستقبلي في العراق ففي الوقت الذي تركز وسائل الإعلام على مصير مقاتلي تنظيم الدولة الأوروبيين وأطفالهم إلا أن القلق يتصاعد أيضا بشأن ما يحمله المستقبل لأسر المشتبه بانتمائهم للتنظيم أو هؤلاء الذين كانوا يقيمون في مناطقه مجبرين وهم الشريحة الكبيرة التي تقيم في المخيمات وتجاهد حاليا لنفي التهم الحكومية عنها والتي تؤكد المنظمات الحقوقية أنها تعتمد على تهم كيديا تزعت اعترافات المعتقلين على خلفيتها قسرا تحت التعذيب لكن الغريب في التوجه الحكومي لاعتقال النازحين هو امتداده لحرمانهم من العودة لمناطقهم وخصوصا القادمين من قضائي تلعفر والبعاد وهي مناطق تقول منظمة هيمن رايس ووج إنها شهدت حملات دمار وتهجير واسعة غير مبررة عام 2017 تصل إلى حدود التغيير الديمغرافي الشامل لتخضع في النهاية إلى سلطة ميليشيا الحجد التي تسيطر حاليا عليها ليبقى السؤال عن جدية الحكومة في العراق إطلاق عقد اجتماعي جديد يجب مرحلة تنظيم الدولة غير وارد حاليا رغم حديثها عن إعادة الأعمار وهذه نقطة تثير هي الأخرى جدلا كبيرا فأموال أعمار المحافظات الثلاث المدمرة الأنبار ونينوى وصلاح الدين تشكل مجتمعة نصف ميزانية محافظة بابل التي لم يطلها شيء من الدمار وكأنه عقاب جماعي بشكل أو بآخر لهذه المدن وأهلها على خطأ لم يرتكبوه أيضا في دخول تنظيم الدولة إليهم